ألا بيبك نشرح لي وإخبار مهمة وألف مبروك لأصحاب المعاشات والورصة المحكمة الإدارية العليا تحسن موقف العلوات الخمس لصالح أصحاب المعاشات وتحديد المستفيدين من سنة 1987 وحتى سنة 2019 والصرف حتى 2023 ماليا وكمان حنقول لحضرتك على تدرج العلوات وعلى معاشك وعلى الأصر المتجمد من يوليو 87 وحتى 2023 جمعنا لك كل دوة عشان حضرتك ما تتعبش نفسك وتسأل دا ودا وتتفرج على فيديوهات كتير تعال حنقول لك على عدد علواتك وتدرج معاشك وكمان الأصر المتجمد من يوليو زي ما قلنا 1987 وحتى وقتنا هذا 20-23 والأصر المتجمد اللي بنقول عليه دوة اللي هو الأصر الرجعي هيكون قد ايه تعال حضرتك وحضرتك تعالوا نشاهد المستحقات المالية اللي قلنا عليها دية من خلال الفيديو بتاعنا دوة حنبدأ أولا بتدرج العلوات الخمسة في المعاش من حتى 2023 وبداية من 1987 يعني من 1987 وحتى 2023 ودوت لكل صاحب معاش وحيكون دا ان شاء الله أهم فيديو بالنسبة للعلوات الخمسة وحتشوف موقفك كصاحب معاش أو مستفيد من المبلغ اللي حيطلع من التدرج لأنه هو زيادة معاشك عارفين حضرتكوا أن أقصى معاش كان بيحصل عليه الموظف لغاية سنة 1992 كان في حدود مبلغ 250 جنيه وفي البداية يا حبيب أتكلم عن الناس التانية اللي بتتكلم عن الأرقام وبتقول ما تصدقوش أي قنوات تجيب لكم أرقام وده عشان هما ما عندهمش الحسابات الكاملة والداتة اللي موجودة واللي بالناس تخلص منها الأرقام اللي بنجيبها لحضراتكم إحنا يا جماعة بنتكلم بالأرقام وبالنسبة والقانون وتسلسل العلوات من أول علاوة كانت بالقانون رقم 101 في سنة 1987 ودي تم إضافتها للأساسي بعد خمس سنوات في 1992 هنتكلم عن كل هذه العلوات بالتدريج حتى آخر علاوة وهي كانت في أول إبريل سنة 2023 رقزوا حضراتكم معايا وعايزكم تبقوا عارفين أن الأرقام دي جات من تدرج المعاش ومن خلال تدرج العلوات وضمها للأساسي وزيادة المعاش وزيادة الأجر المتغير وحضراتك ما تستغربش من الأرقام دي لأن هي دي الحقيقة ولأن حضراتك سواء كنت صرفت قبل كده في 2021 على أربع دفعات أو لم تصرف دي الأرقام الموجودة دي الأرقام الموجودة واللي هي حسب العلوات والنسب واللي كانت قد قررتها الحكومة عند الصرف ومش عايز حد يقولي أن الحاجات دي كانت لغاية سنة 2019 وانت بتقول لغاية سنة 2023 طبعا اللي بيوسأل كده أو بيقول كده أقوله أن احنا بنتحدث عن حسابات مالية وليست سنوات استحقاق سنوات الاستحقاق وحتى 2019 ولكن الحسابات المالية بتبقى لغاية آخر علاوة واللي تم صدورها في 1-4-2023 ومش عايب أن حضرتك أو حضرتك تسأله عادي ما فيش مشكلة واجبنا أن احنا نرد عليكم ونوضح لكم الأمور دي عشان ما تقولوش هو أي كلام وخلاص ولا حاجة احنا بنحاول نجيب لكم كل ما هو مفيد كل أخبار جديدة كل ما في استفادة لحضراتكو علشان إن شاء الله يعمل خير للجميع هل عبا معي كده وبص معي على الشاشة وحقول لك أن أول علاوة تم ضمها للأساسي كانت سنة 1987 سبعة وتمانين وضمت في 92 وكان الأساسي ساعتها 250 جنيه نجيب على السنة اللي بعدها العلاوة كانت عشرين في المية وده كان سنة 93 هناخد العشرين في المية ونضربها في 80 في المية في الميتين وخمسين حيطلع 300 جنيه يعني 300 جنيه دولك كانوا هم الأساسي في سنة 93 نجيب بعد كده العلاوة اللي هتضم بعد كده كانت علاوة تمانية وتمانين وكانت العلاوة ساعتها 15 في المية والمعاش كان 300 جنيه نقطة رقم 3 معنا المعاش في 94 كانت 345 جنيه واتصرف في السنة دي اللي هي كانت العلاوة 15 في المية فهناخد 300 جنيه اللي قبل كده ونضربهم في 115 في المية حيطلع 345 جنيه للناس اللي بتسأل هي 345 جنيه دي جات منين جات نتيجة ان احنا اخدنا 300 بتوع السنة اللي فاتت وضربناهم في 115 في المية ليه 115 عشان قتل علاوة 15 في المية واصبح نتيجة 345 جنيه ده كده يعتبر الأساسي الجديد بعد كده نيجي نقطة رقم 4 والمعاش كان في 95 كان كانت العلاوة 15 في المية فبندرب 345 جنيه اللي هم الأساسي في 115 في المية بيدينا الناتج 396 وعلامة 45 من المية يعني معنى كده ان اللي تلم عاش في 95 او توفيه وله مستفيد في سنة 95 المفروض ان هو يطلع على 396 علامة 396 علامة 45 ارش طبعا هو ما طلعش على كده خالص هو تلم مبلغ اقل من كده والمبلغ ده هيتدرج لغاية ما يوصل ل7000 جنيه نقطة رقم 4 في سنة 96 كان المعاش 406 كان المعاش 396 جنيه 45 ارش والعلاوة كانت 10 في المية ولما ندرب 396 جنيه و45 ارش في 110 في المية هنلاقي المعاش اصبح 436 جنيه و43 ارش هنيجي بقى كده لنقطة رقم 6 وهي اللي طلع في سنة 97 وهي سنة 97 العلاوة كانت 15 في المية وهي الاساسي في الوقت ده كان 436 جنيه و43 من مية هندرب المبلغ دوت فيه 115 في المية فحيطلع المعاش 501 و389 من مية بعد كده نقطة رقم 7 في سنة 98 الاساسي كان 537 ارش والعلاوة كانت 30 في المية هندرب الاساسي ده في 130 في المية هيدينينا 652 جنيه و45 ارش سنة 99 652 جنيه و45 ارش بعد ما ضربت في العلاوة ساعتها كانت 10 في المية وضربنا المبلغ ده فيه 110 في المية ادانا 717 جنيه و70 ارش في سنة 2000 كانت العلاوة 10 في المية والاساسي كان 717 جنيه و70 ارش ضربناهم في 110 في المية عشان العلاوة زي ما قلنا كانت 10 في المية ادانا 789 جنيه و46 ارش تعالوا بنشوف رقم 10 في سنة 2001 العلاوة كانت 15 في المية بناخد 15 في المية دولت وبندرب المبلغ اللي كان قبل كده اللي كان قبل كده اللي هو سبعمية تسعة وتمانين خمسة واربعين او ستة واربعين ارش فيه 115 في المية بيصبح عندنا المعاش 907 علامة 78 في المية النقطة اللي بعد كده رقم 11 كان المعاش في 2002 كانت العلاوة 15 في المية وكان الاساسي كان 907 زي ما قلنا في النقطة اللي قبل دي علامة 78 في المية بنضربها في 115 في المية بنلاقي المعاش اصبح 1044 جنيه النقطة رقم 12 المعاش كان في 2003 كانت العلاوة 10 في المية وكان الاساسي كان 1044 اللي طالع من الخطوة اللي قبل ديه بنضربه في 110 في المية وبنلاقي الاساسي اصبح 1148 جنيه واربعين ارش النقطة اللي بعد كده رقم 13 المعاش كان في 2004 العلاوة 10 في المية وكان الاساسي 1148 واربعين ارش مفروض يضرب في 110 في المية بيدينا 1263 اربعة وعشرين ارش ولو حد سأل لو ساعتك كان المعاش كده حقول له المفروض كان يبقى كده ولكن هما ما يكونوش بيدوا الناس كده النقطة اللي بعد كده اللي طالع في 2005 العلاوة كانت 15 في المية والاساسي كان 1263 اربعة وعشرين ارش لما بدربه في 115 في المية بيدينا 1452 تلاتة وسبعين ارش النقطة رقم 15 في 2006 العلاوة كانت 15 في المية والاسي كانت 1452 تلاتة وسبعين ارش لما بدربهم في 115 في المية بيدينا 1670 جنيه تلاتة وستين ارش النقطة رقم 16 المعاش كانت في 2007 العلاوة كانت 10 في المية بناخد الاساسي اللي هو بتاع السنة اللي قبلها الف ستمية وسبعين جنيه وتلاتة وستين ارش بندرابهم في مية وعشرة في المية عشان العلاقة عشرة في المية بيدينا الناتج الف تومينية سبعة وتلاتين جنيه وسبعين ارش. وطبعا زي ما بقول له حضراتكو ان هو كان الالف وستميات والستميات والحاجات اللي احنا بنجيبها دي كان اقل اعلى حاجة بياخدها الف ومتين جنيه. النقطة رقم ستاشر المعاش في الفين وسبعة العلاقة عشرة في المية والاساسي كان الف ستمية وسبعين تلاتة وستين ارش لدرابه في مية وعشرة على مية الدينة الف تومينية سبعة وتلاتين وسبعين ارش. النقطة رقم سبعتاشر المعاش في الفين وتمانية العلاقة عشرة في المية والاساسي كان الف ستمية وسبعة وتلاتين وسبعين ارش لما ندرابه في مية وعشرة على مية الدينة الفين واحد وعشرين وستة واربعين ارش. النقطة رقم تمنتاشر معاش في الفين وتسعة ولعلى وقت عشر في المية لما بنضرب الأساسي اللي هو 2021 46 ارش بنضربه في 110 في المية دينا 2223 وستين ارش النقطة رقم 21 المعاش في 2012 على وقت عشر في المية والأسكن 2812 87 ارش نضربه في 110 على مية دينا 3094 وستاشر ارش ورقم 22 المعاش في 2013 على وقت عشر في المية والأسكن 3094 وستاشر ارش نضربه في 110 على مية دينا 3557 ارش نجي للنقطة رقم 23 معاش في 2014 على وقت عشر في المية والأسكن 3094 57 ارش لما نضربهم في 110 على مية دينا 3743 اتنين وتسعين ارش النقطة رقم 24 المعاش في 2015 كان العلاء وقت عشر في المية ضربنا دربنا الأسكن 3743 وخمسة واتنين وتسعين في 110 على مية عشان لما نقل وقت عشر في المية دينا 4118 جنيه و 31 ارش النقطة بعد كده رقم 25 معاش في 2016 على وقت عشر في المية وإلى السكن 4118 جنيه 31 ارش لما نضرب في 110 في المية دينا 4530 واربعتاشر ارش في 2017 النقطة رقم 26 الى لوقة عشر في المية لضربناها في 4 530 الأساسي اللي هو من السنة اللي فاتت في 110 على مية دينا 4983 جنيه و 15 ارش النقطة رقم 27 المعاش في 2018 على وقت عشر في المية هيصبح المعاش أما نضرب 490 وثمانين وخمسة في المية في 110 في المية يدينا 5486 واربعين ارش النقطة رقم 28 المعاش في 2019 على وقت عشر في المية برضو ونضرب 5 480 الأساسي بتاع الخطوة اللي فاتت في 110 على مية دينا 629 ارش و 61 ارش النقطة رقم بعد كده كان المعاش في 2020 على وقت 12 في المية وحنضرب 629 في 110 في المية دينا 6632 و 57 ارش والنقطة 30 المعاش كان في 2021 لعلى وقت 15 في المية هنضرب 6 632 سبعة وخمسين ارش في 110 على مية دينا 8000 8000 25 و 41 ارش وطبعا احنا بنقول لحضركم اللي هتدرج المعاش مش ده اللي كنت المفروض مش ده اللي كنت بتقبضه ده اللي كمفروض تقبضه ده تدرج المعاش رقم خمسة نقطة رقم 31 في 22 لعلى وقت 15% والأسكن 8000 25 واحد واربعين ارش نضرب 110 على مية يدينا 8000 27 25 ارش رقم 32 المعاش في 23 في هيصبح في واحد اربعة العلاوة كانت واحد اربعة 2023 كانت 15% ولما بنينا بتمانية 827 95 ارش مية 15% يدينا المعاش مفروض 10 152 جنيه وخمستاشر ارش والكلام ده من ده لحد الان اصبح 10 152 جنيه وخمستاشر ارش وده زي ما قلنا الحضراتكم ده بالنسبة لتدرج المعاش اما بالنسبة للأثر المتجمد وبرضو بالارقام الاصر المتجمد ده بالارقام لكل صاحب معاش حتى 2023 اول حاجة جماعة كل من خرج معاش او توفيه بعد يوليو 1987 حيكون له اثر متجمد حوالي 330 جنيه تاني حاجة كل من خرج معاش او توفيه بعد يوليو 1988 حيكون له متجمد 12000 جنيه هنيجي بعد كده للنوتل بعد كده كل من خرج معاش او توفيه بعد يوليو 1992 له او لوراثاته متجمد 18240 جنيه نمر سبعة كل من خرج معاش او توفيه بعد يوليو 93 له متجمد او معاش او لوراثاته 18720 جنيه نمر تمانية كل من خرج معاش او توفيه بعد يوليو 94 له متجمد او لوراثاته 18240 جنيه اللوتل بعد كده رقم 9 كل من خرج معاش او توفيه بعد يوليو 1995 له متجمد معاش او لوراثاته 19440 جنيه نمر 10 من كل من خرج معاش او توفيه بعد يوليو 1996 له متجمد معاش او لوراثاته 20400 جنيه نمر 11 كل من خرج معاش او توفيه بعد يوليو 97 له متجمد او لوراثاته 21 28 جنيه نمر 12 كل من خرج معاش أو توفيها بعد يوليو 98 98 لو متجمد معاش قدره 17 280 جنيه النقطة اللي بعد كده رقم 17 كل من خرج معاش أو توفيها بعد يوليو 2003 له متجمد معاش أوله أسرتي 14 400 جنيه لو منتشم كل من خرج معاش أو توفيها بعد يوليو 2004 له متجمد معاش أوله أسرتي اتناشر الف وستمائة جنيه رقم تسعتاشر كل من خرج معاش او توفيها بعد يوليو الفين وخمسة له اول ورصاته متجمد حداشر الف وسبعمائة جنيه النقطة رقم عشرين كل من خرج معاش او توفيها بعد يوليو الفين وستة له متجمد اول ورصاته ستاشر الف ومتين جنيه النقطة رقم واحد وعشرين كل من خرج معاش او توفيها بعد يوليو الفين وسبعة له متجمد اول ورصاته واحد وعشرين الف ميتين واربعين جنيه وكل من خرج معاش او توفيها بعد يوليو 2008 له متجمد 18700 جنيه رقم 23 كل من خرج معاش او توفيها بعد يوليو 2009 له متجمد 17160 جنيه كل من خرج معاش او توفيها بعد يوليو 2010 له متجمد 18720 النقطة لبعض كده رقم خمسة عشرين كل من خرج معاش او توفيها بعد يوليو الفين وعاداشر لها او لو ورصاته متجمد قادره تمنتاشر الف وتسعمين جنيه كل من خرج معاش او توفيها بعد يوليو عشرين اتناشر له او لو ورصاته متجمد قادره تمنتاشر الف متين واربعين جنيه رقم سبعة وعشرين كل من خرج معاش او توفيها بعد يوليو الفين وتلاتاشر له متجمد قادره سبعتاشر الف متين وتمانين جنيه رقم 28 كل من خرج معاش او توفيها بعد يوليو 2014 له متجمد او لوارساتي 11520 جنيه رقم 29 كل من خرج معاش او توفيها بعد يوليو 2015 له متجمد 1800 جنيه وكل من خرج معاش او توفيها بعد يوليو 2016 له متجمد قادره 9,360 جنيه كل من خرج معاش او توفيها بعد يوليو 2017 له متجمد 14,500 جنيه بعد كده رقم يوليو 30 كل من خرج معاش او توفيها بعد يوليو 2018 له متجمد 14,300 جنيه او طبعاً لورستي وبعد كده اخر حاجة كل من خرج معاش او توفية بعد يوليو 2019 له متجمد 14000 جنيه وده كان بالنسبة للاثر متجمد من يوليو 1987 وحتى 2019 وحتى وقتين هذا 2023 بنعتزر بنعتزر بشدة عن الاطالة لان الفيديو ده كان مفروض ان هو يبقى على بعضه كما نفعش يتجزى عسى ان الناس كلها تعرف حقوقها بالنسبة للتدرج وبالنسبة للاثر المتجمد او الاثر الراجعي بنعتزر مرة اخرى عن الاطالة اللي لسه بشاركش الفيديو جماعة شرفنا وينورنا ويدعمنا ويشيرك في قناتنا دعمونا باللايك والشير اللايك الكتير والشير يا جماعة مش هتقرم حاجة حضرتك لما تضغط على لايك بس بيبقى في ميزان حسناتك سواب لحضرتك وبيبقى يعني حاجة كده كويس عيدك عملتها من الدعوات اللي بتيجي للناس اللي بتدعي للناس اللي هي بتبقى سبب في ان هو الفيديو يوصلها وهي مش عارفة يعني توصل له لايكو الشيرك كتير يا جماعة بيخلي الفيديو بيوصل للناس بسهولة وبيدعوا لحضرتك ما تنسوش ايضا تضغطوا زر الجرس عشان يصير كل جديد او الاختيار او الكل وبنروح ونجيب لكم كل ما هو جديد كل ما هو مفيد كل ما هو اه خير لحضرتك وربنا يكرم الجميع ويعمل خير على الجميع. اسف مرة اخرى على الاطالة كان معكم سيد شاكر من قناة شرح لي اشوفكم على خير.